شاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة ليوم غد الأحد وخلال اليومين القادمين حيث نتوقع أن تبقى الأجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا وتبقى فرصة طول أمطار بين الحين والآخر في أماكن مختلفة من المملكة أيضا نتوقع أن يتشكل الضباب هذه الليلة والليالي القادمة والغيوم الملامسة لسطح الأرض وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وشاهدينا فاصل ونواصل يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاهل غزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نلاحظ أن هذه الليلة ستكون الأجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا أيضا يتشكل الضباب الخفيف وأيضا الضباب بشكل عام في مناطق المرتفعات الجبلية والبالي والسهول وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أما غدا الأحد فالأجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا درجات الحرارة أقل من المعدل هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة لكن بعد عصر ومساء يوم الأحد وليلة الأحد على الاثنين ويوم الاثنين تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنقفة جوي مصنف من الدرجة الثانية وبالتالي أثناء الليل تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وتسقط زخات الأمطار فجرا بإذن الله لكن يوم الاثنين تبدأ المملكة بالتأثر بالكتلة الهوائية الباردة المصاحبة لهذا المنقفة الجوي المصنف من الدرجة الثانية الموجود في شرق البحر المتوسط وبالتالي يترى انخفاض على درجات الحرارة أجواء غائمة باردة ماطرة زخات من المطر قد تكون غزيرة أحيانا قد تؤدي أيضا مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا وتكون غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب الملياح وجريان الأودية في الأماكن المنخفضة وكذلك السيول الحرارة العظمى المتوقعة ثماني بينما يوم الأحد كانت العظمى المتوقعة بحدود 10-11 درجة والصغرى ثمان درجات لكن العظمى يوم الاثنين ثماني إلى تسع درجات والصغرى خمس درجات مئوية يستمر الهطول أثناء ليلة الاثنين على الثلاثاء وكذلك حتى فجر الثلاثاء وظهر الثلاثاء خاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والشرقية من المملكة الثلاثة أيضا تبقى المملكة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة فتبقى الأجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها وتضع فرصة طول الأمطار تدريجيا العظمى المتوقعة 9 والصغرى المتوقعة يوم الثلاثة خمس درجات مئوية مشاهدينا نتمنى الجميع السلامة شكرا للمتابعتكم وإلى اللقاء قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري شكرا للمتابعة